حالات الانتحار ومحاولاته الحدث الاجتماعي الأبرز في العراق بعد تحوله إلى ظاهرة شبه يومية مائة واثنتان وثلاثون حالة انتحار في العراق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي هذا ما رصدته مفوضية حقوق الإنسان مبينة أن أعلى معدلات الانتحار كانت في محافظة كربلاء إذ بلغت عشرين حالة تليها محافظة البصرة بتسع عشرة حالة وستين محاولة انتحار فيما أتت محافظة التأميم بالمرتبة الثالثة بخمس عشرة حالة إحصائية المفوضية اقتصرت على المعلن للمصرح به وأغفلت المئات من حالات الانتحار التي غالبا ما تعزى إلى حوادث وإصابات عرضية ظاهرة الانتحار تكثر في الوسط الشبابي أكثر من غيرهم من الفئات العمرية وليس من فراغ يقدم الشباب على الانتحار يأتي الفقر والعوز في مقدمة الأسباب وذلك ما يتولد من غياب فرص العمل والبطالة كما أن الإحباط واليأس من إصلاح الطبقة الحاكمة تعد أسبابا رئيسة للانتحار فضلا عن انعدام الأمن وانتشار المخدرات نهاية العام الماضي نشرت مفوضية حقوق الإنسان تقريرا رصد نحو ثلاثة آلاف حالة انتحار منذ الاحتلال الأمريكي للعراق أرقام عدت بالمرعبة أكدها المرصد العراقي لحقوق الإنسان على لسان مديره مصطفى السعدون فاقمت حالات الانتحار وتحولت من حالات إلى ظاهرة خلال السنوات الأخيرة يعني مثلا في 2003 كانت هناك 15 حالة انتحار في العراق بعد 10 سنوات إلى 2013 صارت عدد حالات الانتحار فقط في 2013 439 حالة يعني خلال 10 سنوات تجمحها من 2003 إلى 2013 لدينا 1532 حالة ومن 2014 إلى 2019 عددنا 1500 حالة يعني خلال 15 سنة هناك أكثر من 3000 حالة هذا فقط المعلن عنها ربما هناك حالات لم يعلن عنها أمام هذه الحالة تقف الحكومة متجاهلة لخطورة ظاهرات الانتحار وتشط عن الحلول الناجعة إلى ابتكار حلول مثيرة للسخرية والاستغراب فبذل من الإصلاح الاقتصادي والقضاء على البطالة والمخدرات وكف يد الميليشيات التي تنشر الرعب عمدت الحكومة إلى ابتكار مشروع لرفع السياج على جسور الأنهار لمنع المقدمين على الانتحار من القفز في الماء وكأن إنهاء الحياة غرقا هي الوسيلة الوحيدة للانتحار أو كأن رفع سياج الجسور هو الحل الشامل لمشاكل العراق التي لا تعد ولا تحصى